رعت جلالة الملكة رانيا العبدالله في قصر الثقافة حفلة خريجي أكثر من 200 إداري ومعلم ومعلمة من المؤهلين للقيادة التعليمية المتقدمة لتدريب المعلمين تفاصيل أوفا في التقرير التالي أكدت جلالة الملكة رانيا العبدالله على أن دبلوم إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة يعد بوابة العبور لجعل التعليم مهنة لا وظيفة وبوابة تتفتح من بعدها الأفاق جاء ذلك في كلمة جلالتها خلال حضورها احتفال تخريج الفوج الأول في القيادة التعليمية المتقدمة لتدريب المعلمين والذي أقيم في قصر الثقافة بعمان حيث أعربت جلالتها عن فخرها بأكاديمية تدريب المعلمين وما تؤسسه ليكون صرحا أردني الملامح عالمي الكفاءة من هنا تبدأون مشوارا مهنيا حاملين بأيديكم شعلة التعليم وفي قلوبكم شغف التعلم وعلى أكتافكم مسؤولية النهوض به قبل عام قلنا يجب أن يكون التعليم الذي نقدمه لأبنائنا على مدى 12 عاما رحلة تستحق طفولتهم وأكدنا أننا في الأردن حين نريد نفعل وبكل فخر بكم أقول أردنا وفعلنا الله إذا يعلكم تعب يطرح البركة بهمتكم مباركناكم ومباركنا الأردن وقال وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز في كلمة له أمام الحضور يمثل هذا التخريج نقطة تحول رئيسية في كوادر نظامنا التعليمي بما يتوافق مع خطط وسياسات الوزارة لتطوير المعلمين وبشراكة مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين والجامعة الأردنية وما لمسته بشكل مباشر هو الإيمان الراسخ في هذه المهنة جلالة الملكة أنت قرأت الجرس قبل سنوات وتم تشخيص المشكلة ووضع الحلول أنا أبشركم أن الحل الآن في تناول أيدينا وهذا الفوج هو باكورة حل التصدي لتحديات التعليم نحن أمامنا تحديات كبيرة ليس فقط للأردن العالم ككل موضوع مهارات القرن الواحد وعشرين هذا التحدي ليس للأردن ولا للعالم العربي فقط وعقب رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عزمي محافظة قائلا يسعدنا في الجامعة الأردنية أن تكون الجامعة التي تعتمد الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة والدبلوم المهني للقيادة التعليمية المتقدمة وتخريج الفوج الأول من الطلبة المعلمين ومديري المدارس وقال المدير التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين هيف بنيان نفخر اليوم بتخريج الفوج الأول من المعلمين حملت الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة ومديري المدارس للدبلوم المهني في القيادة التعليمية المتقدمة ليسهموا بدورهم في حمل رسالة المعلم في أرجاء هذا الوطن وليكونوا نواة التغيير في منظومة التعليم وألقت المعلمة ميلح وطات كلمة الخريجين وقالت فيها ها نحن نبدأ مسيرتنا كمعلمين لنمثل الغد المشرق في مسيرة التعليم في بلدنا الحبيب تسلحنا بكل ما يلزمنا وبدلنا الجهد من أجله نقف بكل ثقة وثبات نتطلع إلى ذلك الغد الذي نحلم به بعد أن تسلحنا بإستراتيجيات تواكب عصرنا وأسليب نواجه من خلالها تحديات سنعيشها وفرت لنا الأكاديمية شتى سبل الدعم المطلوب لتصنع مننا المعلمة الطموحة الممكنة بشتى وسائل التعليم والمعرفة لنقف في مقدمة الصف ونقوم بواجبنا بأعلى درجة من الكفاءة والاقتدار هيئت لنا البيئة التعليمية المحفزة ورفدتنا بالموارد التعليمية من أفضل كليات تدريب المعلمين في العالم والتي لمسنا أثر فاعليتها خلال الخبرة المدرسية لنا الشرف أن نكون الفوج الأول من أبناء هذا الوطن للدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة لنحمل العدة وننطلق في ميادين العلم والمعرفة ونسهم بدورنا بحمل رسالة المعلم في أرجاء هذا الوطن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة